رحبت وزارة الخارجية السعودية بالحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق اثنين من اعضاء حزب الله لدورهما في قتل 22 شخصا في هجوم عام 2005 من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وبحسب بيان نشرته وكالة الانباء السعودية دعت المملكة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الشقيق الذي يعاني من ممارسات حزب الله والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان وتتبع الجنات والقبض عليهم احقاقا للعدالة قتل ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم واصيب عشرة اخرون في عملية انشنتها القوات الاسرائيلية في جنين معقل الفصائل المسلحة في الضفة الغربية المحتلة وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية قالت ان الشبان الثلاثة قتلوا بعدما اصيبت سيارة كانوا يستقلونها بنيران القوات الاسرائيلية التي كثفت عملياتها في هذه المنطقة خلال الاشهر المنصرمة يزور ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان تركيا رسميا في الثاني والعشرين من يونيو حزيران بحسب ما افاد به مسؤول تركي رفيع زيارة ولي العهد السعودي ستكون الاولى الى تركيا منذ مقتل الاعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 ما ادى الى توتر العلاقات بين البلدين في الخبر الاخير قال الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون في مقابلة متلفزة ان فرنسا ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة اوكرانيا على الانتصار في حربها مع روسيا لكنه سيواصل الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلما كان ذلك مفيدا لمزيد من الاخبار تابعوا جسور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها الى اللقاء اشتركوا في القناة